عزيزي الطالب أقف بك الآن على مشهد آخر من مشاهد الدعوة قبل الإسلام أو قبل مجيء رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم إن هذا المشهد بطله سيدنا موسى عليه السلام حيث وقف في مواجهة فرعون لقد كانت قصة موسى عليه السلام مع فرعون من أطول وأقوى المشاهد الحية والمواقف الواقعية للدعاة مع الطغاة لأهل الله أمام أهل الشيطان تجلت في هذه المشاهد كلها وفي هذا المشهد بالزاد الدروس والعبر على مر الزمن لتكون زادا أمام الدعاة يستمدون منه قوتهم أمام أصحاب البطش والجبروت لقد ذكر القرآن الكريم جانبا من حوار موسى وهارون عليه السلام مع فرعون لقد جاءت الحوارات متعددة في آيات شتى وفي صور كثيرة وهنا نذكر ما جاء في سورة طاها حيث قال سبحانه حاكيا هذا المشهد الذي يخاطب فيه فرعون موسى عليه السلام بكل جبروت فما بال القرون الأولى؟ قال فما بال القرون الأولى؟ يأتي الرد قال علمها عند ربي في كتاب في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها والآيات كما تسمع عزيز الطالب كما تسمع عزيز المشاهد ترى أنها تبرز عظمة الله سبحانه والدلالة الكونية على استحقاقه للعبودية وليس الإنسان كما ذكر القرآن حوار موسى مع السحرة الذين اعتمد عليهم فرعون لمواجهة موسى عليه السلام فكانت مواجهة غير متكافئة لقد نصر الله عز وجل نبيه بإيمان السحرة في مواجهة فرعون فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى هنا يأتي نهاية المطاف عندما يعترف السحرة بالإيمان الحقيق لأنهم أهل علم بالسحر وما وجدوا فيما فعله موسى عليه السلام من عصاه سحرا وما وجدوا في قول موسى عليه السلام كلاما يدل على السحر وإنما هو كلام رب البشر فانتهت قصة موسى مع فرعون وقومه بنهاية تضيء للدعاة طريقهم وتواسيهم في جراحاتهم وتثبت أفئدتهم بالتأكيد على النصر الحاسن إنها النهاية الملازمة دوما لعباد الله الصالحين وأنبيائه المرسلين فلا تغيبن عن أعين الدعاة في كل وقت وحين ولا تغيبن عن أعين الطلاب وهم يدرسون هذه المادة أنهم يعدون للغد المشرق في مواجهة الطغاة في كل زمان ومكان فإن كان الحديث عن موسى قد انتهى فماذا عن دعاة الله عز وجل الذين أتوا من بعده ترجمة نانسي قنقر